تطرقنا إلى العديد من المسائل في التعاون الثنائي في جميع المجالات في العلاقات المهمة والتي نكون لها أهمية كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وهو شريك كبير كما تعرفون بالطبع نتمنى أن هذه العلاقة سوف تكبر في المستقبل إن شاء الله وبعد المحادثات اليوم أصر سيد كاتب الدولة المساعد على أن النية ودراية الولايات المتحدة أن توطد العلاقات في جميع المجالات مع الجزائر شرف لي أن أكون اليوم متواجداً في الجزائر الجديدة ولهذا أنا هنا رفقة العديد من زملائي لبحث سبول العمل مع الجزائر الجديدة ذمن إطار الشراكة على غرار قطاع الصناعة الولايات المتحدة الأمريكية تأمل في رؤية تجسيد التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والحكومة الجديدة التي نرافقها في هذا المسعى الذي سنسير فيه سوياً الثمن اليوم